من أبرز ملامحي المجتمع الإنسان يتجلى في أفراده بحسب ما أخبرنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد وهو يتحدث عن الفرد الإنسان عن الشيعي الذي ينجو من براثني أكثر مراجع التقليد الأنجاس الذين هم مثل ما بيّن لنا إمامنا الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من هو الناجي من براثني هؤلاء الأنجاس أتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى إنهم مراجع حوزة الطوسي سود الله وجوههم الإمام يصفهم من أنهم أضر من شمر أضر من حرملة على الشيعة قطعا لا على النواصب هم قلوبهم على النواصب لا أريد أن أحدثكم عما انتفعه النواصب وانتفعه البعثيون من مرجعية السستاني هذا موضوع طويل عريض يمكنني أن أفتح له ملفا مفصلا وبالوثائق لكنني لست بصدد التوغل فيه الآن فهم أضر على ضعفاء الشيعة إنهم ضعفاء العقيدة ضعفاء الثقافة ضعفاء المعرفة ما هم بضعفاء الأبدان ولا بضعفاء الجيوب على أي حال إمامنا الصادق هكذا يقول وأنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الإمام يتحدث عن المرجع الشيعي عن المرجع الأعلى وعن سائر المراجع في زمان الغيبة الكبرى في أيامنا هذه فيما سبق وما سيأتي ويصفه ويصفه بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ملبس خادع لشيعة مدلس كذاب دجال وكافر كافر ببيعة الغدير ناقض لبيعة الغدير الذي يعتقد بمنظومة أصول الدين الخمسة هذا كافر بحسب القرآن بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة عودوا إليها لأن منظومة أصول الدين الخمسة تقزم الإمامة بينما القرآن في الآية التي أشرت إليها جعل الإمامة أصل الأصول وجعل التوحيد والنبوة دون هذا الأصل وإن لم تفعل فما بلغت رسالة منظومة أصول الدين الخمسة تقزم الإمامة والقرآن يجعل الإمامة أصل الأصول مطلقا والتوحيد يأتي متفرعا عنها والنبوة تأتي متفرعة عنها هذا صريح القرآن من أوله إلى آخره إلا أن الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة صريحة واضحة تبين الحقيقة الحقيقة بنحو جلي واضح فهذا المرجع ملبس كذاب دجال يضحك على الشيعة وكافر بنص القرآن لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية موطن الحاجة هنا فهذا الشيعي الإنسان وهذا الفرد الإنسان لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه مثلما نقرأ في دعاء الفرج اللهم كل وليك الحجة بن الحسن هو هذا الولي الذي يعظم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا إلى آخر الدعاء فهذا الشيعي الإنسان لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه المجتمع الإنسان هو المجتمع الذي يتحرك في مسار التعظيم للمشروع المهدوي والمجتمع الحمار الذي يتزعمه هذا المرجع الملبس الكافر الذي يبني عقيدته على منظومة أصول الدين الخمسة هذا المرجع الحمار والذي يتزعم المجتمع الحمار فإنه يسير في مسار التقزيم للمشروع المهدوي مثلما يقزم الإمامة وفقا لمنظومة أصول الدين الخمسة فبالضرورة سيقزم مشروع الإمامة إذا كان يقزم مقامات الإمام ويقزم شؤون الإمامة الشيء الطبيعي أنه سيقزم المشروع المهدوية لأنه من شؤون إمامة الحجة بن الحسن فمسار المجتمع الإنسان التعظيم ومسار المجتمع الحمار التقزيم ومن هنا فإن أفراد المجتمع الإنسان هذا هو الذي يريدونه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه أما القادة رجال الدين في هذا المجتمع الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان في التفسير نفسه في تفسير إمامنا الحسن العسكري من الطبعة التي أشرت إلى أوصافها في الحلقات الماضية صفحة ثلاثمية وتسعة عشر رقم الحديث ميتين وأربعة وثلاث الحديث الرابع والثلاثون بعد المئتين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا العسكري يحدثنا عن جده الصادق أيضا مثل ما مر الحديث قبل قليل عن الصادق في وصف أفراد المجتمع الإنسان يحدثنا الإمام الصادق أيضا عن رجل الدين الإنسان الذي يتزعم المجتمع الإنسان هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه من كان همه في كسر النواصب قطعا النواصب الأخطر هم نواصب الشيعة أيهما أخطر إمام الوهابية في السعودية أم المرجع الناصبي المرجعي في النجف أيهما أخطر قطعا المرجع المرجعي الناصبي في النجف هو الأخطر هو الذي يضلل الشيعة إمام إمام الوهابية في مكة في المدينة أو في الرياض لا يضلل الشيعة يعادي الشيعة إمام المرجعة في النجف هو الذي يضلل الشيعة هذا هو الذي يضلل الشيعة هذا هو الأخطر من كان همه في كسر النواصب في كسر نواصب سقيفة بني طوسي بالدرجة الأولى نواصب سقيفة بني طوسي يجمعون بين قذارات سقيفة بني ساعد وقذارات سقيفة بني طوسي بني نجف من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم مثل ما مر علينا في الحلقات التي حدثتكم فيها عن إسحاق الفياد ما هي الصورة واضحة كانت من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم وماذا يفعل ويفخم أمر محمد وآله أفراد المجتمع يريدون تعظيم أمر محمد وآل محمد وقادة المجتمع الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان يفخمون أمر محمد وآله تلاحظنا أن قرآنهم حديثهم زياراتهم أدعيتهم تجري في مجرى واحد على لعنة على منهج مرجئة النجاف من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم ويفخم أمر محمد وآله جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره إلى آخر الرواية لا أريد أن أتحدث عن عاقبة أمر رجل الدين الإنسان الرواية فيها تفصيل وتطويل موطن الحاجة هنا فإن زعيم المجتمع الإنسان فإن مرجع الدين في المجتمع الإنسان هذا هو حاله يكسر النواصب عن أفراد ذلك المجتمع ويكشف عن مخازيهم إنهم نواصب المجتمع الحمار يكسرهم ويبعدهم عن أفراد المجتمع الإنسان ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله والتفخيم تعظيم والتعظيم تفخيم هذا هو مسار التعظيم الذي يتحرك فيه رجل الدين الإنسان ووفقاً لهذا المسار فإنه ينفذ برنامج صناعة الفرد الإنسان لأجل تكوين المجتمع الإنسان إمامنا الهادي وأقرأ عليكم من التفسير نفسه من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعاً إمامنا الصادق على إمامنا الهادي على إمامنا العسكري هذه كلماته إمامنا الهادي هكذا يقول لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه الإمام يوجه خطابه إلى الشيعة لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم يا أيها الشيعة من العلماء الداعين إليه من العلماء الذين هم من هذا الصنف من صنف رجل الدين الإنسان لا من صنف رجل الدين الحمار كمراجع المرجعة وصفهم أمير المؤمنين من أن الصورة صورة إنسان ومن أن القلب قلب حيوان الإمام يتحدث عن رجل الدين الإنسان الذي هو إنسان في صورته وإنسان في قلبه أما رجل الدين الحمار هو إنسان في صورته وحمار وربما كلب وربما قرد وربما خنزير الروايات حدثتنا عن المراجع القرد وعن المراجع الخنازير والقرآن حدثنا عن المراجع الكلاب بلعم ابن باعوراء وصفه القرآن في سورة الأعراف بأن مثله مثل الكلب مراجع حوزة الطوس لا يحصلون إلى نعاله كان من حملة الأسم الأعظم ما قيمة هؤلاء الأغبياء في النجف وفي كربلاء هؤلاء لا يصلون إلى تراب حافر حمارته ومع ذلك فإن القرآن وصفه بأنه كلب إنه الإنسان الكلب وفي وصية رسول الله لابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن المراجع وعن العلماء في زمان الغيبة تحدث عنهم من أن حقائقهم قرد من أن حقائقهم خنازير هذه المضامين مرت علينا في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج وسأعود إليها سأعود إليها فإمامنا الهادي هكذا يقول لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه هؤلاء الذين يسيرون في مسار تعظيمه في مسار التعظيم أما مراجع المرجئة والبترية والمقصرة فإنهم يسيرون في مسار التقزيم والدليل منظومة عقائدهم منظومة أصول الدين الخمسة التي تقزم الإمام لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله حجج الله ليس هذا الهراء الذي يتحدث به معممو الشيعة مع الوهابيين في الفضائيات أو على الانترنت وفي أخر الأمر يتفوق عليهم الوهابيون حجج الله هذه الحقائق التي تعرض في برامج قنهة القمر من قرآنهم المفسر بتفسيرهم هذه حجج الله ومن أحاديثهم المفهمة والمشروحة بقواعد تفهيمهم بمعارض كلامهم لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه عن دين محمد وآل محمد بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله هؤلاء ضعفاء العقيدة ما هم ضعفاء الأبدان ما هم ضعفاء الأموال الذين تحدث عنهم إمامنا الصادق في رواية التقليد تلاحظون أن أحاديث هذا التفسير يشرح بعضها بعضا ألا لعنة على منهج الخوعي ألا لعنة على منهج السيستان وأمثالهما فهما ينكران هذا التفسير يرفضان هذا التفسير جملة وتفصيلا ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي ينكرون أحاديث أهل البيت تلاحظون أن الأحاديث تشكل لوحة متكاملة ومنظومة فكرية منسجمة متسقة لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله كما قال إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته شباك إبليس هؤلاء هم المراجع الذين حدثنا عنهم أمير المؤمنين قرأت عليكم قبل قليل من كلام سيد الأوصياء اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكة مصائد شباك كماء كي يصداد الشيعة بهؤلاء اللعناء بهؤلاء المرجئة اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم لما وجدهم مخلصين له ليسوا مخلصين للحجة بن الحسن لو كانوا مخلصين للحجة بن الحسن لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم لكنهم مخلصون لإبليس لأغراضهم ولأهدافهم الدنيوية ولهذا السبب لهذا السبب يستبيحون دمي لهذا السبب لهذا السبب يستبيحون دمي أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع تحدثت سابقا ربما أتحدث لاحقا لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فمراجع المرجعة هم أشراك هم مصائد كماء يصطاد إبليس بهم الشيعة هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي والمنقذين الإمام الهادي يتحدث عن العلماء الذين هم من صنف رجل الدين الإنسان والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته شباك إبليس هؤلاء هم المراجع ومن فخاخ النواصب لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه هؤلاء من صناعة الحجة ابن الحسن إن وجدوا إن وجدوا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذبين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته شباك إبليس هم أشراك إبليس هم المراجع الذين نطق إبليس بألسنتهم كما قرأت عليكم من نهج البلاغة قبل قليل هؤلاء هم من صناعة إبليس والمجموعة التي يتحدث عنها إمامنا الهادي من صناعة الحجة بن الحسن مجموعة التعظيم ومجموعة التقزيم مجموعة التقزيم مجموعة أصول الدين الخمسة مجموعة التعظيم الذين يقرون بعقيدة بعقيدة الحجة بن الحسن التي جاءت في زيارة آل ياسي وهذه الزيارة وردتنا من الناحية المقدسة هكذا نخاطبه كما هو يريد منا أن نخاطبه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر قرأت عليكم من مفاتيح الجنان وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر أنتم أصل الأصول هذه مجموعة رجل الدين الإنسان ومسارها مسار التعظيم والتفخيم يفخمون أمر محمد وآله والأتباع لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم وتعظيم إمامهم أما الطرف الآخر وهو طرف عقيدة أصول الدين الخمسة ومن أن الإمامة من أصول المذهب فهي من فروع الدين فهؤلاء هم المقزمون لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم هؤلاء الذين هم من صناعة الحجة بن الحسن مر علينا من أنه يشحذهم كما يشحذ القين الناصل ومن أنه يرمي بالتفسير في مسامعهم ومن أنه يسقيهم الحكمة صباحا ومساء من أنهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة إنهم الضعفاء في العقيدة مراجع الشيعة المرجئة أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه منظومة فكرية متكاملة هذا التفسير الشريف ولكنهم الحديث عن رجل الدين الإنسان ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل نذهب إلى فاصل شكراً للمشاهدين